صباح الخير أو مساء الخير حسب التوقيت اللي حضرتكم بتشوف الفيديو فيه الفيديو جميل جداً هنزلك الفيديو بتاع النهاردة ملياً بشوية معلومات حلوين عن تربيت الطيور لو انت مش عارفة تربي فرخة وفرخة واحدة بس انا هخليك استاذة بتربيت الطيور وهخليك تربي كل انواع الطيور من غير تكلفي ولا يعني ولا تعب ولا اي حاجة بس كامل الفيديو للاخر وانا هقول لك سر مهنة الطيور وكمان حتى لو ما معك شي رأس مال تبدأ بي هخليك تبدأ مشروع تربيت الطيور باجل التكلفة خالص يعني انا كل الطيور اللي عندي داي بدأتها كده برأس مال بسيط جداً بمبلغ كان مبلغ صغير جداً كان معاي وانا بدأت بيه وبامانة تاني اسست الطيور داي واحدة واحدة يعني ما جبتش كل الطيور اللي انتوا شايفينها داي كلها جبتها لوحده لا طبعاً يعني جبتوش مرة واحدة انا جبتو واحدة واحدة كده والغاية ما عملت وربيت وكبرت مشروعي وبيجي عندي كل انواع الطيور بامانة حاجة عسل كفاية عليك لما تكون كده متضايقة او مخنوجة تروح وتقعد جنب طيورك شويه بنسوك الدنيا باللي فيه ستقوني عن طجربة يا جماعي انا بحب كده مع العصر يعني بعد العصر كده بشويه بطلع كده عش الطيور بتحتي وبعد ما بعشيهم بقعد كده جنبيهم ستقوني ببقى جاعدة كده راحة نفسية بالفعل حاجة جميلة فعلا لما بتبصي تشوفي الطيور الحلوة دي قدام عينيك طبعا انا قلت لكم انا خليت الضكر والوزتيا معاه في عشة لوحدهم علشان خاطر لو كان فيه فيروس فوق السطح او فيه مرض في نوع من انواع الطيور اللي عندي ما يعديش بقية الطيور فانت لو ملاحظيه انا مخلي البطل وحده وهديني مقافلة على الوز الوحده تعالوا ناخد من الخلطة جميلة اللي انا عملها ستقوني الخلطة دي موفرة علي توفير تام انا قلت لكم الفيديو الجابلي اللي فات ووريتكم الخلطة عبارة عن ايه وبعملها ازاي ووريتها لكم واحدة واحدة وقلت لكم اسعار الحاجة اللي انا جايبها بصراحة بش مكلفة خالص وبتقعد فترة طويلة معاه كما اخدنا من الخلطة لمفرولة الحلوة اللي احنا عامليني تعالي نعش الطيور بتاعتني اللي هي الفراخ الشمرد الفراخ بتاعتني يا جماعة جربت تكمل خمس شهور دولة خمس فرخات ومعاهم دكية دولة الكاتاكيتل انا ربيتهم وبجى منهم خمس فرخات ودكية الفراخ لو انتم لاحظين جربوا كمان وشهم يحمر وهم ليهم خمس شهور كده او جربوا يقفلوا خمس شهور وخلاص جربوا يبيضوا ان شاء الله كده على خير جربوا كده يبشروننا بالبيض لو بشروا كده اول بيضة انا هصورها وهنزله ووريها لكم طبعا تربية الطيور دي كنز بالفعل يا جماعة في البيض خير كده ربنا بيدهولك انا طبعا بحب كده تربية الفراخ البلدي بالزال لاني طبعا بتبيض والبيض دي تكنز في البيض بالفعل انا طبعا مش بشتري بيض من بره ابدا من ساعة ما انا بربطيور فلازم يكون عندي فراخ شمرت وعندي فراخ اللي هي العتيق الكبيري اللي بتبيض على اساس لما الفراخ الكبيرة تقطع بيض اتلاقى الفراخ الشمرت يبشر بالبيض فبالشكل دي ملحقش كده اتلاقى الفراخ عندي قطعة بيض وما يبقاش عندي انتاج البيض خالص انت لو تذكروا معاي فترة كانت فترة كبيرة جدا كنت جايبة كمية فراخ كبيرة جدا كنت مربيها كنت ببيع منها بيض كانت بامان البيض اللي انا ببيعه كان بيصرف على بجيت الطيور كله كنت بشتري بيها الردى والعلف وبشتري العيش الناشف وبشتري الدشيشي بأمانة كنت بأكل كل الطيور من فراخ البلد بس لما كان ببيض وكنت ببيع بيها ببيع البيض بتاحي طبعا كانت حاجة عشت وكلت البط ووكلت الوز وده ذكر البط والثلاث نتيجات اللي معاه على فكرة هم وانا بعد ما خدت البط الصغير اللي هو طلعني من يوم انا هوريك البط الصغير بتاحهم بعد ما طلعوا للانتاج وخدتهم طبعا رجعت الضكر تاني معاهم ودخلتهم في العشة من اول وجديد عشان يلحقوا ويرجعوا وبيضوا من تاني بعد 15 يوم ببيضوا من تاني تعالي ندخل عند الفراخ العتيق طبعا الفراخ الكبيرة في السن دي هي اللي ببيض عنده معايا فادي وفليب هم اللي بيدخلوا وبيجبوا للبيض بتاحهم بس انا طبعا النهاردة الصبح اتلاقيت طبعا ببيض وخدت ونزلته ده اللي هو البطن اللي هم تلاقوهم دولي اللي هم بعض العاصر طبعا انتو شايفين ان انا عندي عدد الفراخ جليل خالص فبتلاقى كده تجيمت اربع بيضات خمس بيضات نعمة ورضة من عندك يا رب حاجة كده عاصر كفاية ان هم عاملين لي اتفاق ذاتي ببيتي مش مخليني محتاج ان انا اشتري بض من برة طبعا دي الفراخ العتيق هي كبيرة جيدا في السن عندي قطعت بيض ورجعت بض من تاني تعالي بقى ندخل عندي الحمام جمال الحمام وحلوة الحمام ما فيش اجمل من تربيت الحمام يعني لو انت عايز ان انت تعملي بش قادرة ان انت تربي كل انواع الطيور وما عندكش مكان انك انت تربي فيه يبقى تربي حمام الحمام دي لو انت ما عندكش سطح او ما عندكش بيت دور ارضي بامانة في البلاكوني هتبدأ مشروع تربيت الحمام هتاخدي اعلى انتاج ستقيني لو انت ربيت حمام في البلاكوني الحمام مظيف جدا نضفيله دايما يعني كل يومين كل اسبوع كده نضفيله ستجيني ولا ليه ريحي وكمان بيش بيوسخ المكان بتاعه بسرعة المكان اللي انتوا شايفينه جدامكم دي ليه فترة كبيرة يعني ليه اكتر من 20 يوم او ليه شهر بامان انا مروحتش لمل عشاش بتاعت الحمام ولا نضفتها يعني جو حر وانا مش مستحمل او مش قادرة اصلا ان ادخل ونضف للحمام بتاعه فانت بالشكل دي لو انت حاطة الحمام بتاعك في بلكوني ستجيني بامانة تاني هيبقى حلوي جدا تعملي له كده السلاكي اللي هي السلاكات دي بتاخد جوز كل عين بتاخد جوز حمام ستجيني بتنتج وببيض وبطلع انتاج حلوي جدا شي تخضيل بيتك وشي تبعيه يعني كده حاجة عسل لتربية الحمام مربحة جدا جدا انا طبعا هنا بورك الانتاج شي بايد وشي فاقس وشي الحمام بتاعه الزغالي لسه صغيرة يعني انا دايما لما بدخل عندي الحمام بتاعي بوريك الانتاج اللي عندي انا بش بداري حاجة عنيكم ليه ستة الكل بش بداري الحاجة بتاعتي عنيكم عشان انت تشجعي يعني لو بش انت بش بتربط يور تقومي وتربط يور وتشجعي اما الستات اللي بيبصوا على حاجتي طبعا وبيخقدوا على الحاجة اللي عندي ربنا يسمحهم يا رب انا بنزل الحاجة دي بضمير صافي للناس اللي عايزة تتعلم تربية الطيور والناس اللي عايزة تستفاد اما الناس اللي بتبصوا على الحاجة بتاعتي وبيش بتسمي كده على الحاجة بتاعتي ربنا يسمحها يا رب انا طبعا قول ما انا ضميري صافي ربنا بش بيجيب لي حاجة وحشة ابدا عشان انا طبعا بنزل الفيديو عشان انتو تستفادوا للمتابعين اللي بيحبوني وغالين على جلبي شايفين انتاجي عندي اللي فاجس اللي لسه صغير اللي الزغالي بتاعته كبيرة وحلوة ومجفلة زي ما انتو شايفين الزغالي على فكرة الدبح اما الزغالي الصغير اللي لسه فيها ريش لسه دي صغيره ما تدبحش دلوقتي طبعا انا يستطيع الكل ووريتك اديني الانتاج اللي عندي الحمام بيأكل غل الدرة غل الدجامح بيأكل علف بياض علف تسمين بيأكل دشيشي اي حاجة من انواع الغل حطيها للحمام وهيأكله وهيبقى انتاج اللي عندك مربح جدا تعالي بقى اوريكي البط الصغير اللي كنت حطاه عندي في الشقة فاكرين لما قلت لكم البطية فجستلي وانا مخلي البطي عندي في الشقة كفاية كده عليهم هم ليهم 15 يوم عندي في الشقة فانا بصراحة طلعتهم فوق الصدح عشان طبعا خلاص هم كبروا كده وعندي تقفيصة تقفيصة دي كبيرة جدا انا بحض تحتيه البط الصغير او الكتاكيد او الكلام دي الغاية كده ما بيكبر ويبقى حالو بعد كده بطلع الطيور دي على الصدح شايفين البطيتين الكبار دولي فاكرين لما قلت لكم البطية عندي فجستهم طلعش غيرهم بطيتين بس هم البطيتين دولي شايفين هم يطلع يعني ليهم 20 يوم كبار جدا الفرق بين قدامكم بين البط الصغير وبط الكبير طبعا البطيات اللي طلعوا لي في الآخر طلعوا لي 7 بطيات ماتت منهم بطاي قاعدين 6 بطيات ودولا البطيتين اللي طلعوا لي الصغيرين طلعوش غيرهم من تحت البطاي وانا قلت لكم حطيتهم مع الكتاكيت البلد اللي انا جبت الصغيرة طبعا يستي الكتاكيت اللي عندي كلها ماتت مجاعدش غيره كتكوت واحد بش عارفة كده ايه السبب يعني هم ماتوا هم تقريبا جاهم مرض وماتوا كلهم مجاعدش غيره كتكوت واحد مفقوش اي حاجة حكمة ربني كبيرة جدا يعني دي كل حاجة بيد ربني اشمعنا كل الكتاكيت ماتت جاعدش غير كتكوت واحد ليه مماتش معاهم دي اعمار والارواح دي بيدربني طبعا انا حطيت شوية العلف دولي على شوية الخلطة اللي انا عاملها طبعا والبط زي ما انتوا شايفين شكله حالو كبير وصحته حلو وكل شوية كده بغيب كده وبحطي لهم روافع مناعي عشان تقوم مناعتهم لان الايام دي جماعة في فيروسات طيرة في الجو وطبعا في مكروبات والمكروب دي تي ممكن يموت لك اي ديور عندك فانت حاولي على كد ما تقدر تحطي روافع مناعي تحطي بتديم تحطي اي نوع عندك من انواع روافع مناعي وكمان هقولك على بديل لو انت ما عندك يشي صيدلية بطارية بتاعت الطيور عشان تجيب منها روافع مناعي لاني فيه اخت كده كتابتلي في الكومنتات وقالتلي يقوموا فيه لو احنا في المنطقة اللي احنا فيها او البلد اللي احنا فيه مش موجود صيدلية بطارية زي انت بتقولي عليه احنا مش موجود الحاجات دي عنديني. إحنا لما نشتري طيور نشتري من مكان بعيد. بس ما عنديناش أدوية للطيور. طيب أنا هقول لك على رفع مناعة عملي من البيت. وطبيعي جدا. هتجيبي ست الكل. تجيبي بصلة وفصين توم. وعليهم عصر إلا منتين كبار. وكمان عليهم شوية خل. وتروح يضرباهم في الخلاط. وصف التفل بتاعهم. تحطيها على الأكل. وتخاخذ المي. تحطيها على المي. ده أقوى رافع مناعة عملي للطيور. وكمان طبيعي وصحي. مش هيأزيهم في أي حاجة. يعني عملتي مرة واثنين وثلاثة. مش هيضرهم ولا هيأزيهم. لإني دي حاجات طبيعية إحنا عملها من البيت. طبعا دي أبسط حاجة أنا أقول لك عليه. كمان أنا عايزة أقول لك في أختي كده بتقول لي البط عندي عنده أسهالي أمو فيلهم. وزي ما قلت لك أنا ما عندي نصة سيدلي بطريق. أنا أعمل إيه معاهم؟ هاتي شوية نشي. النشة بتاع الأكل بتاعني. نشة الضرة. تروح للعطار وتقول له أنا عايزة بخمسة جنية نشي وهي الدهالة. تاخد معلاجتين كبار وتحطيهم في القدام. تحطيهم على المي قدام البط بتاعي. ستجيني مرة على التاني. هيمنع معاك الإسهال. أيا كان نوع الإسهال اللي هما بيسهلوه ستجيني هيروه وهيبقى زي العسى. وكمان لو أنت ما عندكيش الكلام دي من الصيدلي البشرية بتاعتنا إحنا. تقول له أنا عايزة في اللاجير خمسمية. يعني خمسمية. خمسمية تجي بي. ستجيني في اللاجير ده حلو جدا. مطاهر معاوي قوي جدا. هتيه وحطي منه للطيور بتاعتك. طبعا حلو جدا. هنا بقى أنا بقول لك أن أنا حطيت البط بتاعي في التقفيصة دي. خلاص كده هو في أمان. مش هيتضر في أي حاجة ولا في أي حاجة هتأخده. آآ ادي الفيديو النهارده يارب بيكون عجبكم. وكونوا فعلا استفدت من الفيديو. أنا حبيت أقول لك شوتي المعلومات دولي. عشان تستفدي وتلحج طيورك. لو طيورك كده فيها أي حاجة تلحجيه. آآ اعزلوا كل طيورها. وانت بشي تخسر القسار الكبيرة الناس بتخسرها. لان الناس دي بتبقي خلط الطيور كل م gren بعض. فعشان كده اللي ما بيجي فيروس بياخد كل الطيور قعد الفيديو النهاردة تنسوا ليش كده في اللايك والشير وتفعلوا لي زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد يا أغلو أجمل متابعين عندي في القناة